موسيقى كن أول من يعلم شعار يعكس نشاط اجتهاد ترابط وبحث عن المعلومة لتاقم صحفي شروقية من أكفاء الإعلاميين وشبكة مراسلين في كل ربوع الوطني وحتى خارجه موسيقى هدفهم الأول والأخير خدمة المواطن وإبقائه على اطلاع بكل ما يدور من حولها لا يختلف الأمر في شهر الفضيل فالكل يصعى إلى رصد كل ما هو جديد موسيقى السلام عليكم ورحمة الله صحفي في قناة شروق نيوز ربما هو كغير من صحفيين اللي يعني رمضان بالنسبة ليم هو يوم أو شهر عامل صحفي شروق يختلفون ولكن لنسبة لي الوطن يقوم بعمل صحفي شروق الوطن يقوم بعمل من 10هر مع بريفينغ مع شخص المواطن موسيقى بقية الأقسام الأخرى ونسقوا معهم ضجورني قبل بريفينغ تاعنا المطينة صحفي شروق الوطن يقوم بعمل من 10هر ونسقوا معهم ونسقوا معهم بعد ذلك يوجد الأمر في المستقبل ونسقوا معهم ونسقوا معهم ونسقوا معهم ونسقوا معهم العمل هنا لا يتوقف على مدار 24 ساعة دون انقطاع لذا يعمل الشروقيون بنظام الورديات موسيقى احنا نخدم ربما في قناة الشروق بالعام بالنظام الورديات ربما ونظام فريق العمل ضغط العمل ولا وتيرة العمل يعني مع شهر رمضان ولا الأيام العادية الأخرى أكيد أنها تتغير شوية وتتبدل لأنه ساعات العمل تتبدل ما شيء كما الأيام العادية هناك ثلاث فترات في بعض الأحيان يكون العمل تعنا في الفترة الصباحية بعض الأحيان في الفترة الليلية وفي بعض الأحيان في الفترة الرئيسية يعني كل ما تكون الفترة يكون عندنا متغيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شروق ميوز لانه يوميا عدنا فائزين واسبوعيا وايضا من خلال هذا البرنامج يعني حبينا ان يكون فضاء تذقيفي فضاء تربوي خصوصا ما تعلق بالثقافة الدينية واحنانا في شهر الفضيل وايضا بالموروث الثقافية الشعبية الجزائري من خلال الغاز الشعبي اللي انطرحوها يوميا على سدى المشاهدين اشتركوا في القناة 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 قادر نتأقلمه مع هذا الوضع وزيد ما ننسوش تاني باللي الشهر رمضان فيه نوع من البركة بعد الإفطار ضغط العامل طبيعة الحال لأنه لازم تقدم الأخبار في وقتها نظراً لضيق الوقت بعد الإفطار أحياناً إنسان الصحفي هنا يقعد تحرير يكون تحت ضغط الوقت فقط يعني الوقت ما يرحمش أنت تكون تشوف الساعة تقريباً العشرة أصباح ويكون عندك موضوع في لمح البصر تلقى الساعة رهت تقريباً ثلاثة مساء ضحي بوقته من أجل العمل ومن أجل إصال المعلومة للآخرين وهذه طبيعة العمل الصحفي على العكس ربما كثير من المهن ولو أنه الصحافة يعني فيها واحد الميزة تقضي يومك ما تحسش لما تكون في العمل البقتي يعني مر بسرعة عادي أحياناً لا تتذكر تماماً أنك يعني صائم أو في غير شهر الصيام إلا أنه نحن نسعى من أجل أننا نكون في مستوى تطلعات الجمهور اللي راهوا يتبع في قناة الشروق ونحن نسعى ولأننا نسطل المعلومة موسيقى الأمر سيان في قسم الإنتاج والروبرتجات موسيقى ولأن العمل لا يتوقف على مدار الساعة يسهر المركبون والتقنيون على حصل سيرورة العمل موسيقى نتوقف موسيقى نسعى المركبين نتوقف موسيقى التطلعات التي تكون موسيقى فالشروق مومة المعين والرمضان موسيقى نتوقف موسيقى نتوقف موسيقى نتوقف موسيقى ما يبعتونان خدمون ديفيزيون تضافر تناصر تساند وتكتف هذا ما يتميز به عمال تلفزيون الشروق نيوز كي نتعاون بينتنا وكي نتكافل بينتنا وبالمناسبة نحييهم ونحني نحيي أيضا المراسلين دينا ورئيس القسم دينا من ساواش تاني شوف أروع تكافل أروع تكافل أنه بعض الصحفيين المقيمين في العاصمة لما يجي لصحفي زميل ومقيم خارج العاصمة ويقولوا اليوم وين رح تفطر وإلا كان ما عندك شوين تفطر تفطر عندي وحد الإحساس يحسه المقيم خارج العاصمة إحساس مليح ورائع ونبيل وجميل ومن غير هذا الشيء يعني أجواء أخوية وحاميمية بين كل أفراد وطاقم القناة أسرة الشرقية أسرة واحدة فقالبا باك حنا الوقت لنقضيها هنا في المؤسسة أكثر الوقت لنقضيها في حتى في بيوتنا قلت أمونا نشاطة وقالوا الطاقة تعي أني نحاول أني نقدم نقدم هات القوات هذه لباس الحمد لله أنا فارق متكابل نسجم متفاهمي إن شاء الله هنا يصنع الحدث ومن هنا نبث لكم كافة الأخبار والمستجدات من كل نقطة في الجزائر يعملون ليلا نهار فقط ليكونوا عند مستوى تطلعاتكم ولتكونوا أول من يعلم رفقناهم اليوم حتى ننقل لكم جزءا بسيطا من يوميات الشرقيين في رمضان إلى العدد المقبل من رمضان معا لكم مني أطيب المنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا